السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو العربي والذي نتحدث فيه عن جمع المذكر السالم وإعرابه بالعلامات الفرعية سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة عن جمع المذكر السالم تعريفه وإعرابه وشروط جمع الاسم جمع مذكر سالم أولا ما هو جمع المذكر السالم ما هو جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على آخره هذه الواو ونون أو الياء ونون صالحة للتجرد أي صالحة للحذف من آخر الكلمة فتحول من جمع إلى مفرد وأيضا يصلح عطف مثله عليه يعني المفرد مفرده يصلح عطف مفرده على مثله أو على لفظه مثل فرح الفائزون أو رأيت الفائزين أو رأيت الفائزين لو حذفنا لو حذفنا الواو والنون أو الياء والنون من نهاية الفائزين تتحول إلى مفرد الفائز ولو قلت فرح الفائز والفائز المعنى صحيح عطفنا مثل كلمة الفائز عليها فقلنا فرح الفائز والفائز والمراد بالسالم ما يقول عليه جمع مذكر السالم جمع يعني هو أكثر من اثنين وبالسالم أي سلمت صيغة المفرد عند الجمع من التغيير بلا أي تغيير لا يدخل على حروفه تغيير في النوع أو العدد أو الحركات فكلمة الفائز جمعها الفائزون أو الفائزين بلا تغيير فهو سلمة فالمفرد السلم عندما جمع جمع مذكر سالم بعكس جمع التكسير مثل كلمة رجل جمعها رجال انظر إلى حركتها رجال الفتحة في أول الكلمة تحولت إلى كسرة ودخلت بعد الجيمي ألف زائدة للدلالة على الجمع ولذلك هذا يسمى جمع تكسير أما موضوعنا اليوم فهو عن جمع المذكر السالم أي الذي سلم مفرده من التغيير عند الجمع ما هو الحكم الإعرابي لجمع المذكر السلم هو يعرب بعلامات فرعية يدخل تحت باب الإعراب بالعلامات الفرعية فيرفع بالواو نيابة عن الضمة نحو قد أفلح المؤمنون فالمؤمنون فاعل مرفوع بماذا مرفوع علامة رفعه ماذا الواو لأنه نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم يبقى يرفع بالضمة يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة في حالة النصب تقول شجعت المجتهدين فالمجتهدين مفعول به منصوب ولكن لم ينصب بالفتحة نصب هنا بماذا بالياء لأنه نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم ويجر بالكسرة كقولك سلمت على المجتهدين فالمجتهدين اسم مجرور بماذا وعلامة جره إيهنا الياء نيابة عن الكسرة فجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء وهذه علامة الإعراب الفرعية طيب هل كل الكلمات أي كلمة كده تجمع جمع مذكر سالم لا ليست كل الكلمات تجمع جمع مذكر سالم لا بد لها من شروط فما هي شروط جمع الاسم المفرد جمع مذكر سالم الشرط الأول أن يكون علما مفردا نحو خالد وزيد هذا علم مفرد وليس جمعا وليس اسما بدون أن يكون علم أن يكون هذا العلم المفرد لمذكر وليس لمؤنث فلا يصلح أن تجمع سعاد ومريم أو فاطمة أو عائشة لا يصلح أن تجمعها جمع مذكر سالم لماذا لأنها لمؤنثة الشرط التالي أن يكون علما مفردا مذكر عاقل لعاقل وليس لغير عاقل فلا يجمع كلمة اسم علم لاحق اسما لفرص ما ينفعش لأنه مع أنه مفرد ومذكر وعلم لكنه ليس لعاقل لغير العاقل الشرط التالي أن يكون خاليا من تاء التأنيث حتى وإن كان دالا على مفرد مذكر عاقل علم مثل حمزة وطلحة ومعاوية وأسامة كل هذه الكلمات لا تجمع جمع مذكر سالم لماذا؟ لأنها مختومة بتاء التأنيث حتى وإن كانت دالة على مذكر هذه الكلمات لا تجمع جمع مذكر بل تجمع جمع مؤنث سالم لا تجمع جمع مذكر أي كلمة حتى وإن كانت دالة على مذكر طالما أن في آخرها التأ المربوطة فلا تجمع جمع مذكر سالم تجمع جمع مؤنث سالم الشرط التالي أن يكون الإسم خاليا من التركيب يعني ما يكونش مركب خصوصا تركيبا مسجيا مثل سيباوي مع أنه علم المذكر ولكنه هنا علم مركب لا يجمع وخصوصا المركب المسجي لا يجمع جمع مذكر سالم الشرط التالي أن لا يكون وصفا على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء فلا يجمع أخضر الذي مؤنثه خضراء لا يجمع جمع مذكر سالم يجمع جمع تكسير بعكس أفضل الذي ينطبق عليه الشرط تقول أفضلون لأنه على وزن أفعل ولكن مؤنثه فضل الوصف للمؤنثة نقول عليها فضل فلأن المؤنث منها ليس على وزن فعلاء فلذلك يجوز جمعها جمع مذكر سالم الشرط التالي أن لا تكون الصفة على وزن فعلاء الذي مؤنثه فعلاء زي سكران ومؤنثه سكرى لا تجمع جمع مذكر سالم الشرط الأخير ألا تكون الصفة مما يستوي فيه المذكر والمؤنث هناك في اللغة وصف خاص بالمذكر ووصف خاص بالمؤنث أقول هذا طالب مجتهد مجتهد هنا أو رأيت طالبا مجتهدا مجتهدا صفة لطالب وأقول رأيت طالبة مجتهدة يبقى مجتهد وصف لمذكر ومجتهد وصف للمؤنثة يختلف وصف المذكر عن المؤنث بوجود تأي التأنيف في المؤنثة لكن هناك ده الغالب في الصفات في اللغة العربية لكن هناك بعض الصفات تستخدم للمذكر والمؤنث بالصيغة نفسها هذه لا تجمع جمع مذكر سالم مثل صبور وجريح وقتيل هذه الصفات تستخدم بنفس اللفظ رجل صبور ومرأة صبور رجل جريح ومرأة جريح استوى استخدامها للمذكر والمؤنث باللفظ نفسه فلذلك لا تجمع جمع مذكر سالم وبذلك نكون انتهينا من شروط جمع الاسم جمع مذكر سالم فالى محاضرة اخرى نتحدث فيها عن الملحق بجمع المذكر السالم فالى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة